بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلجوق بيرقدار يفجر مفاجأة كبرى في عالم المسيرات بعد أن قلب الموازين العسكرية في المنطقة باختراعه للطائرات المسيرة بكل أنواعها حوالي 40 نوع من المسيرات في تركيا هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 41 عاما يفجر مفاجأة كبرى بتغريدة له نشرها اليوم حول اختبار محرك طائرة محل الصنع وأشار إلى أن مشروع جديد هو طائرة بيرقدار تي بي 3 بعدما قامت تي بي 2 بقلب موازين المعارك في أكثر من جبهة وفي أكثر من معركة ودمرت هيبة روسيا في أكثر من دولة في ليبيا أو في سوريا أو حاليا في أذريبيجان وأرمينيا الآن طفرة نوعية انتقالة كبرى إلى تي بي 3 لا شك أن تي بي 2 قد أحدثت ثورة هائلة في علم الطائرات المسيرة بل في علم الحروب صحيفة بريطانية قالت أن سلجوق بيرقدار تسبب في خسائر لمصانع الأسلحة العالمية تصل إلى 16 تريليون دولار وده قبل ما يخترع تي بي 3 فما بالنا بدخول طائرة ذات مواصفات خارقة للخدمة هي تي بي 3 إحدى المسيرات التي ستكون لها قوة مذهلة النسخة المستحدثة المتطورة من طائرات بيرقدار تي بي 2 التي أرعبت الأعداء في سوريا وليبيا وقرباك لا شك أن سلجوق بيرقدار وفريق عمله يعملون عمل دؤوب لمزيد من النجاحات لكي يرتقوا بتركيا وبالمنطقة العربية والإسلامية إلى أعلى الدرجات ديت صورة لسلجوق بيرقدار وفريق عمله وهم يختبرون هذا المحرك الجديد اللي هو تي اي وان محرك طائرات محل الصنع له قدرات فائقة سوف يجعل من طائرات تي بي 3 أحد عاجيب أو أحد الطائرات المسيرات ذات القدرات المذهلة في العالم أدي صورة من صفحة سلجوق بيرقدار نفسه أدي صفحة سلجوق بيرقدار وقادي التغريدة باللغة التركية وترجمتها حسب جوجل باللغة العربية إحنا علشان نقرب لحضراتكم الموضوع نحاول نشوف قدرات تي بي 2 لكي نتصور حجم تي بي 3 حجم تي بي 3 بيرقدار شيء خيالي مقارنة بالموجودة الآن تعد تركيا سادس دولة في العالم تصنع وتطور وتصدر الطائرات العسكرية المسيرة بدون طيار وذلك بعد الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وباكستان وإيران بدأت المرحلة الأولى بتطوير نموذج الطائرة المسيرة بيرقدار تي بي 2 عام 2007 حيث أجرت أولى رحلتها في يونيو حزيران 2009 عقب ذلك أبرمت الشركة التركية للصناعات الدفاعية بي كار اتفاقا لتطوير المرحلة الثانية والإنتاج في ديسمبر 2011 وقد انطلقت المرحلة الثانية بالفعل في يناير 2012 حيث أجريت أولى التجارب في أبريل 2014 وسلمت أول ست طائرات للقوات البرية التركية في نوفمبر 22 2014 أعقب ذلك تسليم ست طائرات أخرى للقوات البرية في يونيو 2015 ودخلت تلك الطائرات الخدمة رسميا في القوات التركية منذ ذلك الحين يعني من 2015 يتكون نظام الطائرات المسيرة بيرقدار تي بي 2 من ست مركبات جوية طائرات ومحطتين أرضيتين للتحكم والسيطرة وثلاث محطات للبيانات الأرضية ومحطتين للفيديو إضافة إلى معدات للدعم الأرضي تصنف بيرقدار تي بي 2 ضمن الطائرات العسكرية التكتيكية مراقبة وهجوم إذ يمكن التحليق على ارتفاع 20 ألف إلى 27 ألف قدم نحو ثمانية ألاف متر وحمل معدات بوزن 150 كيلو جراما والطيران حتى 25 ساعة متواصلة كما تتمتع بإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآن للأهداف خلال الليل والنهار إذ تعمل على تزويد مراكز العمليات للقوات المسلحة التركية بمعلومات آنية ترصدها خلال مهمتها بالأجواء فضلا عن كونها قادرة على استهداف التهديدات المحددة بذخائر وصواريخ محمولة على متنها وقد دمجت شركة روكستان التركية المتخصصة بصناعة الصواريخ والقذائف صواريخ ذكية محلية الصنع في هذا الطراز من الطائرات وتتميز هذه الصواريخ بالقدرة على إصابة النقطة المستهدفة من بعد ثمانية كيلو مترات وتواصل تركيا أعمال تطوير هذا النوع من الطائرات من خلال رفع مستوى أنظمة الكاميرا المركبة عليها وتخطط لأن يصل عددها بالجيش والأمن في المرحلة القادمة إلى 120 طائرة وقد لعبت هذه الطائرة دورا مهما في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون التي نفذتهم القوات المسلحة التركية شمالي سوريا وأبرمت تركيا اتفاقا لتزويد كل من أوكرانيا وقطر بطائرات من هذا النوع معلومات هذه الطائرة الطول 36.75 قدم أي 11 متر فاصل 2 العرب حوالي 12 متر الارتفاع 3 متر فاصل 2 الوزن فارغة 420 كيلو جرام الوزن محملة 650 كيلو جرام النطاق حوالي 3240 ميلا بحريا يعني شيء خيالي وقدرات هائلة جدا متعلقة بهذا النوع من الطائرات طب لو حبينا احنا نشوف برضو بعض المعلومات عن الدرونز الليها البيراخدار التركية حيث تعد بيراخدار احدى الطائرات المسيرة التي تنتجها تركيا لقواتها المسلحة ويتم تصدرها لدول اخرى ويمكن ان تبقى في الجو لنحو 20 ساعة متواصلة وتقول مجلة امريكية ان تركيا تستخدم طائراتها المسيرة عن نطاق واسع مضيفة ربما لا تطور تركيا طائرة شباحية خاصة بها لكن تلك الدول اصبحت مستخدما كبيرا وبائعا لنوع جديد من الطائرات الحربية هي الدرونز التي تصنعها محلية ولافتت المجلة الى ان القوات المسلحة التركية تستخدم حوالي 130 نوع من الطائرات المسيرة منها درونز ان كابلس وكريال اضافة الى درونز بيراقدار تي بي 2 بعد كده حيبدأ يذكر لنا بعض مواصفات هذه للطائرات ده مركز قيادة الطائرات المسيرة بيراقدار لا شك ان هذه الطائرة تعتبر قوة ضاربة للقوات المسلحة التركية والدول المتحالفة معها صحيفة المانية بتقول المسيرات التركية تحقق ثورة في الحروب هذه صورة لبيراقدار تي بي 2 القت صحيفة فيلت الالمانية الضوء على الانجازات التي تحققها تركيا في المجال العسكري بعد ان اصبحت واحدة من الدول الرائدة عالميا في تكنولوجيا الطائرات المسيرة وجاء تقرير الصحيفة بعنوان طائرات تي بي 2 التركية تحقق ثورة في الحروب حيث رأت ان استراتيجية تركية في استخدام هذا النوع من الطائرات المسمى بيراقدار بكثافة وفعلية نجحت في تغيير موازين القوى العسكرية في الشرق الاوسط لصالح انقرة بشكل ملحوظ وقارن التقرير بين الطائرة المسيرة الامريكية امي كيو 9 ريبر والطائرة المسيرة التركية بيراقدار تي بي 2 التي وصفها بانها فتاكة ورخيصة الثمن الطائرة التركية سعرها او تكلفتها حوالي 6 ملايين دولار بينما الطائرة الامريكية واللي كفائتها ممكن تكون اقل من التركية 16 مليون دولار هذه الطائرة التركية هي مثل نظرتها الامريكية تحلق لاكثر من 24 ساعة في الاجواء وترصد الاهداف وتقصفها لكن تركيا تنتهج استراتيجية مختلفة تماما عن امريكا في هذا المجال اذ ان تركيا تستخدم اسراب من البيراقدار ويوضح التقرير ان الجيش التركي استخدم هذا الطراز من الطائرات في ساحات المعارك بطريقة رديكالية ومكثفة اكثر من الامريكيين وعلى شكل اسراب فقد تحول سرب الطائرات المسيرة المسلحة التركية في سوريا الى قوة جوية كبيرة وفي الوقت الراهن تحقق هذه الطائرات في ليبيا ايضا نجاحات عسكرية فضلا عن معاركها في اذريبيجان ضد ارمينيا التكلفة زي ما قلنا تكلفة الطائرة التركية 6 ملايين دولار فقط بينما الطائرة الامريكية تكلف 16 مليون دولار يعني فرق هائل بينما الطائرة التركية كفائتها لا تقل عن الامريكية بل تفوقها بكثير هذه الطائرات مذهلة من حيث الاستخدام رأت الصحيفة ان تركيا لم تتحول الى قوة عظمى في الطائرات المسيرة فحسب بل قامت في الوقت نفسه بتسريع استخدام هذه الطائرات في العالم عموما وفي الوقت الراهن تمتلك قلة قليلة من الدول طائرات مسيرة مسلحة من بينها فرنسا والولايات المتحدة وايران واسرائيل فضلا عن تركيا يعني اذا تركيا الان تتقدم بخطى حثيثة لكي تنتج الطائرة المحدثة والمتطورة من تي بي 2 لكي تنتج طائرة تي بي 3 من الطائرات المسيرة لا شك ان بدخول هذه الطائرة الجديدة الخدمة سوف ترعب الاعداء وسوف تكون كابوس جديد للقوة المتربصة بتركيا والدول الحليفة لها في المنطقة متابعين الاعزاء ان كانت مادة هذا الفيديو قد اعجبتكم لا تنسوا ان تسجلوا اعجابكم وان تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة